شباب الاخبار عاملين ايه؟ يا رب يكون كله تمام معاكم من فترة كده سمعنا ان في منطقة في ايطاليا ممكن تدفع لكم فلوس علشان تعيشوا فيها طب ما انا كنت في ايطاليا في 2018 فما كنتش بسمع عن حاجة زي كده او يمكن ما كنتش مهتمة بحاجة زي كده بس هل فعلا الكلام صحيح ان في منطقة في ايطاليا ممكن تدفع لك الفلوس علشان تعيش فيها؟ ولا لا؟ لو انت مش عايز تكمل الفيديو خلينا اقول لك ان الكلام ده حقيقي بس المنطقة في جنوب ايطاليا اها مش منطقة خطر ولا حاجة منطقة كويسة جدا بس الناس ما بتفضلش ان هي تروحها والخدمات فيها ما هيش قوية زي خدمات المدن في ايطاليا لكن هي كأنها تبقى اول خطوة ليك وتقدر تاخد منها اقامة ده حاجة كويسة جدا احسا من الناس اللي بتروح ترمي نفسها في البحر ويعلم بتوصل ولا ما بتوصلش لو عايز تكمل الفيديو بقى اخليك معايا واقول لك تفاصيل اكتر وازاي تقدم على المقاطع ديا او ازاي تروح المقاطع ديا المقاطعة اللي محتاجة ناس في ايطاليا اسمها مقاطعة كلابريا موجودة في جنوب ايطاليا يمكن فيه ناس سمت عن الموضوع ده من زمان بس انا حبيت ان انا اتكلم فيه تاني لاني لقيت موقع العلاقات العامة بتاعت المقاطع ديا انا لسه فاتح ولسه بيقبل الطلبات طيب اقول لحضرتك ايه انت شكلك كده عايز تعمل مشاهدات وخلاص طب طالما الكلام ده حقيقي ليه بيسيبوا الناس المهاجرين في ايطاليا اللي مهاجرين جير شرعي واللاجئين والمواطنين الايطاليين نفسهم ليه هياخدونا احنا ومش هياخدوهم هما فيارد تقول كلام نصدقه يعني هردولك على الموضوع ده وهردولك على كل حاجة بس قبل ما ابدأ اتكلم ما تنساش تعملي لايك ولو انت اول مرة شوفني انزل حلن اوات اشترك في القناة لو انت مهتم بالسفر وشير الفيديو ده او الفيديوهات بتاعتي اللي هي بخصوص السفر اشيرها لاصحابك بحيث انهم يقدروا يستفادهم لعل ان انت تكون سبب في تاجير حياة حدي ان شاء الله ويلاقي فرصة احسن للسفر وده احنا بنساعد بعضينا وعلى فكرة القناة بتاعتي قناة فيلوجات يعني انا معظم الوقت بحب ان اخرج برا اورجكم حاجات معايا سواء اذا كنت سافرت بلد برا او هنا في دبي لكن جيت في دماغي عمل فكرة سلسلة السفر ده لاني لقيت الناس معظمها بيسكليوني ازاي السافر ازاي تروح ازاي تيجي فليه ما نساعدش بعض عادي يعني لو في فرصة نقدر نساعد بها بعض نساعد بعض ان شاء الله طيب نبدأ موضوع الفيديو بقى ونبدأ القصة وخليكم معايا في مدينة في صعيد ايطاليا او جنوب ايطاليا عملوا مشروع او الحكومة قررت انها تعمل مشروع علشان يجيبوا ناس يعيشوا فيها المنطقة دي اسمها منطقة جالابريا والحكومة دي قررت انها تعطي 28000 يورو لمدة ثلاث سنوات يعني بما يعادل 780 يورو شهريا للناس اللي عندها استعداد تيجي وتعيش في منطقة جالابريا الايطالية اللي هي في جنوب ايطاليا وسكان القرية دي حوالي 20000 شخص والعدد المشكلة انه بيقلي كمان 20000 شخص والعدد بيقلي كمان علشان كده ممكن مع الوقت المناطق دي تتهجر خلص وما يكونش في حد فيها تبقى مدينة اشباح فعلشان كده قررهم ان هما يجيبوا ناس ويعمروها ويبدأوا يشتجلوا فيها هل ينفع اي شخص من برا ايطاليا يقدم ولا لازم يكونوا ايطاليين اي حد يقدر يقدر يقدم على الفرصة دي حتى لو هو من برا ايطاليا وعلى فكرة ده مش كلامي ده كلام العضو الاقليمي لمنطقة جالبريا اسمه جيان لوكا جالو ماشي 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 ماتتوهش بقى لما بيجيبوش الطلاينا يسكنوا فيها ولا الناس اللاجئين يسكنوا فيها ماتتوهش طيب انا اقولك يا سيدي انا اصحاب الطلاينا ايطاليين ايطاليين من امه وابه جد بيشتغلهم اقل حاجة في الشهر 1500 يورو مرتبهم 1500 يورو في الشهر في بلدهم اللي اسواء بيميلانو او في روما في المدن الكبيرة وقاعدين مع اهلهم ومع رايبهم ومع اصحابهم ومع منطقة بيقبض مبلك كويس يعني فمستحيل هيسيب منطقته وبلده ومدنته ويروح اخر ايطاليا يشتغل هناك علشان خاطر 780 يورو ما يدين عقلك يعني هيسيب ال 1500 يورو فمنطقته وفست اصحابه وجرانه ومعارفه وهيسيب كل ده وهيروح اخر الدنيا في ايطاليا على شان خاطر 780 يورو مستحيل طبعا وانش هينفعا وبرده كلام اللي انا بقوله ده بينطبق على الاتحاد الاوروبي كله انا مستحيل واحد الماني او واحد معاد جنسية المانية او واحد معاد جنسية اسمانية بيقبض مبلك كويس او 1500 يورو برضه او 1400 يورو 1200 يورو وهيرو ايطاليا جنوب ايطاليا على شان خاطر 780 يورو كلام ده جر منطقي طيب بالنسبة للاجئين ليه ما يروحش هناك اللاجئين في المدن اللاجئين في المدن بيخدم على كل طفل مبلغ معين أو راتب معين على كل طفل إنما لو ساب المدن و ساب المناطق دي وراح منطقة جالبريا مش هينبه إلا 780 يورو بس أول عن آخر بس فالحوار هيكون فشل بالنسبة له إنه هو يسيب مبلغ لكل طفل من أطفاله أو كل ابن من أبنائه ويروح على منطقة في جنوب إيطاليا هتدوله 780 يورو في الشهر بس فالمبلغ يعني مش اللي هو يشد حد عايش في أقربة طيب ما فيه ناس يرش رعيين هناك وعدادهم كبير الناس اللي بتهرب عن طريق البحر وعدادهم كبير اللي ما بيخدهمش هم يشغلهم هناك وعلى الأقل لو ما أخدش فلوس هيعملوله إقامة بس منطقة جالبريا موجودة في جنوب إيطاليا زي عندنا في مصر مثلا كده في النوبة في جنوب مصر في النوبة بيتلقون بيتكلمهم بلغة مختلفة خالص ولهجة مختلفة نفس الكلام بينطبق على جالبريا جالبريا بيتكلمهم لهجة ولغة صعبة جدا صعب أن الطلاينا حتى نفسهم يقدروا يفهموها وكمان زي ما انتم عارفين المهاجر بيفضل أنه يقعد في المدينة ويشتغل فيها من جار أوراق وكمان يقدر يتكلم مع الناس اللي هما من بلد واحد وكمان يتعلم منهم اللغة الإيطالية فمش هيسيب الناس اللي هما كانوا مهاجرين قبل منه اللي هما بيتكلموا مثلا لغته أو اللي بيحاولوا يعلموه إيطالي أو بيشوفوا له شغل في اللاسود أو من جار أوراق وهيسيب الدنيا دي وهينزل على جنوب إيطاليا فعشان كده دي تعتبر فرصة كويسة جدا بالنسبة العرب أو الناس اللي حتى عايشين في أفراقيا طيب إيه هي الشروط بقى علشان تسافر كالابريا أول حاجة إن يكون عندك استعداد إن أنت تسافر إيطاليا خلال تسعين يوم من يوم قبولك يعني لو تم قبولك قدامك تسعين يوم تجهز فهم نفسك ما تقولش لأ أنا عندي شغل مثلا ولازم الشغل ده أخلصه على خلال سنة لأ لازم تكون مجهز نفسك خلال تسعين يوم ثاني نقطة وده الأهم إن يكون عندك فكرة مشروع معين بحيث إن انت تقدر تفتحه في المنطقة ديا أو في جالابريا وبحيث إن انت تقدر تنعش المنطقة بتاعتك ولو ما عندكش فكرة مشروع يبقى لازم تشارك في مشروع مفتوح هناك وتشتغل فيه كمان رقم ثلاثة فيه شرط هنا بخصوص السن لازم يكون سنك أقل من أربعين سنة أربعين سنة فيما فوق ما ينفعش أقل من أربعين سنة رابع شرط إنك تعيش في المدينة ديا وتستقر فيها خمس سنوات قبل ما تفكر إن انت تروح أي مدينة تانية في إيطاليا خدوا بالكم الشرط ده إجباري طيب أقدم إزاي بقى على المقاطعة ديا بص في الوصف تحت تحت الفيديو على طول هسيب لك لينك موقع العلاقات العامة في منطقة جالابريا بتخش هنا على مكتب على موقع العلاقات العامة وبعدها بتلاقي عندي الخيار إما بالعربي إما بالإطالي تشوف إنت اللي رائحك إيه وخليك عليه وبعد كده بتكتب اسمك فوق وبعد كده دولتك وبعد كده الإيميل بتاعك وبعد كده بتكتب الطلب بتاعك عايز إيه بالزبط أو اللي إيه عايز تروح جالابريا أو تعرف إيه عن جالابريا اكتب كل حاجة وهل لو عندك مشروع معنا زي ما بقول لكم بتكتب الطلب بتاعك وبعد كده بتحط الكلام اللي هو مثلا إيه إكس واي يو إكس ده بتحطه في الخانة الفاضية دين وبعد كده بتكتب إن فيا عايز تعمله اكتبه وبعد كده هما بيبعتو لك رد بمعاد معين بحيث أن انت تعمل مقابلة على الأونلاين مع العضو الإقليمي نفسه اللي هو جونلوكا جالو أو ممكن مع أحد موظفيه اللي موجودين بس كده الموضوع سهل جدا وبسيط هي كان واحدة بس بتكتب فازة ما قلتلكه كده وبتبعد الطلب بتاعك وشكرا وبعد كده هما بيتواصلوا معك وجرب مش هتخسر أي حاجة خالص جميل إن انت تروح بالطرق ديان أحسن ما لا قدر هلو تروح عن طريق البحر أو حاجة زي كده المدينة ما بقولش إن هي وحشة يعني مش معنى إن هي مفهاش خدماتي خلاص عايشين على القهاء على شمعة وشكرا على كده لأ فيها مثل زي المدينة يعني يعني زي القرى عندنا في مصر كده مثلا بيها في فرقق من القرى والمدينة هي نفس الوضع كده فلو عجبك الفيديو أو استفدت منه حاجة مستش تعمل اللايك وتنشر الفيديو ده لو لك أصحاب مثلا بيحبوا السفر أو بيحبوا يجربوا في موضوع السفر ديان وإن شاء الله إحنا مستمرين في السلسلة ديان سلسلة فرصة سفر لحد ما إن شاء الله يعني ربنا هيكرم حد فيك إن شاء الله وإحنا مع بعض وإذا لو عندك أي سؤال ما ننسوش تقبول في التعليقات كنت بالك من نفسكم أشوفكم بقى الفيديو الجاي الفيديو الجاي مش عارف تعالى مشوف أن أعمل إيه السلام عليكم